الآلة الإعلامية الخاصة به لتصوير ما حصل على أنه إنجاز لا بد من الوقوف عند عدة تفاصيل غيبها هذا الإعلام وغيبتها الذراع الإعلامية لآلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية عدد كبير من التقارير والمواد التي كانت تحدث عن حجم التفوق التقني والأدوات المستخدمة في عملية مطاردة السنوار نفس هذه الآلة الإعلامية وقعت بفاخ إنجاز التعبير وكنا أمام نقطة مفصلية على المستوى الإعلامي واعتبرها البعض انتكاسة إعلامية حتى ولو حاول هذا الإعلام تصوير ما حصل مع السنوار على أنه إنجاز عيننا طوال الفترة السابقة عبد الرحمن محاولة لشيطنة السنوار على عدة مستويات يعني منذ بداية الطفان الأقصى على وجه الخصوص استغلال واقع الميدان دائما لإشاعة أن السنوار كان يحيط نفسه بالرهائن هو مختبئ في الأنفاق هو أيضا ليس في الخطوط الأمامية وهو في الخطوط الخلفية كل ما يحدث كان من منظار حماية شخصية لشخص السنوار وأنه يحاول حماية نفسه وعائلته بأكثر أيضا من فيديو أو مشهد تم نشره حتى على منصات التواصل الاجتماعي صوروه وكأنه يضع سلامته الشخصية كأحد الشروط في صفقات التبادل سنستعرض عينة من هذه المواد لأنه هو مسار طويل لنتحدث من بعد على حجم الإنجاز وحرب الصورة ومن انتصر في هذه المواجهة بعض النماذج التي اخترناها يعني للعرض البداية مع يدعوة أحرانات التي عنونت في الواحد والعشرين من شهر رقاب نقلا عن مسؤول مصري أنه السنوار يريد صفقة ولكن هذه الصفقة على وجه الخصوص يجب أن تضمن سلامته الشخصية وحياته قبل أي اتفاق أيضا جوش كرانيكل بنفس السياق في شهر أيلول الماضي كانت تستعرض أدلة من مصادر استخباراتية كما ذكرت هذه المصادر الإسرائيلية تثبت ليس فقط أنه زعيم حماس يحيى السنوار كان ينوي تهريب الرهائن المتبقين عبر ممر فلادلفيا إلى إيران بل وأن قادة حماس الباقين على قيد الحياة كما تقول بما في ذلك السنوار نفسه سيذهبون معه في هذه الرحلة أو المحاولة